السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات غالياتي كامل يدخلت القناتي ولكم مرحبا وسهلا بكم نورتوني في وصفتنا النهار اليوم صلوا سلموا كامل على رسول الله وقلكم اليوم لي حايرة واشدير مع القهوة رح تنحي الحيرة هاد الوصفة صدقوني من اروع ما يكون اللي عندها اي سميد نوعية تقدر تجبدها وتخدم بيها سميد رقيق خشين متوسط اللي عندكم المهم كستع سميد تجبدوه وخدمو هاد الوصفة الرائعة نبدو بسم الله غالياتي هاد الوصفة سهلة وبسيطة احتف طريقة التحضير بسيطة جدا عندي فيها زجح بطا البيض عندي نس كاس تح سكر عادي عندي معها نس كاس تح زيت لي ما عنداش زيت تقدر تدير مارغارين كيف كيف نس كاس عندي نس كاس تحليب وعندي معهم رشة تح الملح هاي ديك رشة الملح ضرورية وعندي لاظاني وراح نجيب الفوي ونخلط خلط خفيف برك انتو ما غالياتي راكم تشوفو في هاد الفيديو مخسرتو ولو كتحطو لي جام ربي يسعدكم يفرحكم ويهنيكم اكيد الجام عندو معنا يعني نحس بلي الفيديو هكا عجبكم وحطيتو له عدد جامات مليحة مليكم الاختيار اذا ما حبيتوش تحطو جام نورمال المهم تكونو مرتاحين حبيباتي انا خليها ليكم انتو ما اختارو من بعد البنات كي خلطتها مليح وشوفت بلي المكونات كامل تخلطو مع بعض رايحة نجيب ملعقة تاع كاكاو بوني مور نزيد نخلطها لي ما عنداش الكاكاو البناتو عندها هذيك البودرة تاع الشوكولات اللي ندروها في الحليب تنحي منا من هاد الوصفة السكر والكاكاو ودير نصف كاس تاع بودرة الشوكولات هذيك بسكوية تعوض الكاكاو هي فيها الكاكاو فيها السكر ونزيد نخلط مليحة من بعد البنات جبت هنا الكاس تاع سميد شوفوا بالنسبة للكاس تاع سميد ما راشم عم مرح تلفق راكم شوفوش حال ناقص ناقص شوية برك اللي حب التعرف هنا انا درت السميد المتوسط انتم لكم الاختيار مام الرقيق يمشي عندي كيس ونصف تخميرة الحلوية فالا حطيتوه هنا مع السميد ونخلط حتى السميد لخشين اللي بنات تقدروا تديروه فالا خلطت مليح راح ينتحسوا بلي هاد الخالط خفيف عادي نورمال يعني مام الخالط خفيف هذا هو اللي حيعطينا نتيجة شابه من بعد بس كيس ميد يتشرب هنا زوج ملاقي كبار مع مرين تاع كوكاو محمص مليح محمر ومرحي رقيق يعني مشي رقيق كامل بودرة مليح كيما الطعام لي ما عنداش الكوكاو تعاوضهم زوج ملاقي كبارت على شابلوغ كيما تقدر تعاوضهم زوج ملاقي كبارت على نواة كوكو كيما تقدر ما تديرهمش كامل وتعاوضهم بزوج ملاقي تاع فارينا ولا ما يزينا تقدروا تديروا بسكويلة عندكم زوج ملاقي كبار هنا خلاص خلطتهم مليح راح نغطي هاد الخالط ونخليه شفوا البنات حوالي عشرين حتى النص ساعة على قد ما خليتوه ريح على قد ما يعطيكم نتيجة ولكن ما تفوتوش ثلاثين دقيقة ثلاثين دقيقة يكون يعني خلاص هادك هو الحد الأقصى التاع حطيتوه ريح بجي البنات بعد عشرين دقيقة أنا رجحت له جبت هنا هاد المول اللي هنخدم فيه هاد الطول على العرض تاعو فيه ثلاثين على عشرين سنتيمتر إذا عندكم انتوما أي مول خدموا فيه يعني حتى تعالي حديد مدور ميهمش سنيوة تكون في الكاري ولا مستطيلة خدموا بيها ده انتهى بالمارغارين لي ما عندهاش المارغارين تقدر تدير زيت يعني تعاوض المارغارين بالزيت المهم حاجة دهنية برط باش ما يلسقطناش هاد الخالط وجيت لهاد الخالط نحط له الكيس البلاستيكي نعاود نخلطه خلطه خفيفة برك هاكده غير بميل عاقة برك نخلطه ونحط كامل هاد الخالط هنايا اللي بنات هنايا نروح نشعل الفرن على مية وثمانين درجة نخليه يسخن النار تكون متوسطة ندخل هاد الخالطي طيب أكيد يطلع لي نورمال كأيتوها خالط ويطيب اللي من التحته نزيد نشعل لوم الفوق كي تشوفوه نشف وتبدل شوية في اللون طفوله هاي ليك هنا بعد ما طابت لي شوفو البنات خفيفة خفيفة ريشة خلاص هنا نحطها تبرد بجيه ونجوز ندير واحد الصلصة رائعة عندي فيها نص كاس تح سكر عادي نحطه يذوب حتى يرجع لي لونه ذهبي ستقوني البنات هاد الصلصة رح نسقيوا بيها هاد الوصفة من أروع ما يكون نار تكون متوسطة كل مرة يعني نحرك ولحت تشوفو البنات بدي ذوبلي بعد تقدروا تديروا المغرفة هكا نورمال وتحركوا كامل الخالط ردوا بالكم البنات تحمروه بزا في جيكم مر ذهبي فقط اذا حسيتو رح يفوتكم هاد الكاراميل طفوا عليه بعد عودوا شعلوا اكيد جبت هنا يا ملعقة صغيرة مع مره مليح تعمار قارين بعد نحط لها كاس تعماء هاكذا ونخلوه يذوب مليح حتى كامل هادوك يعني الحجرات تع السكر يذوبولي بلك وبرك لبنات الكاراميل يعني عندو واحد هذيك النفس تعوم سمومة بلك ومنو هاكذا نبقى نحرك حتى يذوب لي هذك السكر النار دايما متوسطة والا اهم حاجة نأكد لكم عليها على انكم ما تحمروش بزاف هذك السكر بعد اللي بنات جبت كاس حليب ملعقة صغيرة تعنشا كشفتو الملعقة صغيرة تعنشا مع مره نذوبها مليح في هاد الكاس تع الحليب بعد نزيد ملعقة تع كاكاو هناكي جيت نحركها حسيت باللي كش كفش يتحرك هذ الكاكاو وروح تبدلت له الإناء درتو في هذا ونذوب مليح هذك الكاكاو ونحطوه على الخليط اللولاني عادي يعني يكون يغلي حطوه عليه وقعدوا تحركوا حتى يرفض الغلية ستقوني البنات هاد السوس الرائع اللي رايحين نسقي وبيه هذك اله يعني البسكويت اللي درناه يعطي لوحد القوام رائح احنا تحسوها قد شوية بركض يضيفونه رشة على الملح زوج غلية ثلاثة نطفيه خلاص يعني ذيك الملعقة تعنشة تعطينا خثورية في فابرك جيت هنا يا تقبت مليح هاذ البيسكويت ولا بالفرشيطة وشربته الخليط هذا اللي هني شرب فيه هكو تشوفوا فيه سخون يعني هذك وين طفيت له بالنسبة البيسكويت خليته برد والا صدقوني البنات من اروع ما يكون شوفوا البنات كيفاش تجي رائعة ما محتجي عالية يعني غير بزوج حبة تبيض شوفوا الله يبارك مشربة لداخل هذك صدقوني البنات وصفة رائعة دوك نقسمها لكم شوفوك فاش تجي خفيفة ومشربة هاي ليك من اروع الوصفة صدقوني بنتها هيلة جربوها غالياتي ما تنسوش باش تخلو لي ارايكم في التعليقات كيما مول فين تفرحوني بتعليقاتكم جامل الفيديو ما تنسوش باش تبرتجي ووصفة مع العائلة والاصدقاء ونزيد نأكد لكم على انكم تجربوها من اروع الوصفات السلام عليكم ورحمة الله تعالوا بركاته غالياتي في فيديو جاي ان شاء الله برضجي الوصف مع العائلة والاصدقاء السلام عليكم ورحمة الله تعالوا بركاته في فيديو جاي ان شاء الله ونزيد نأكد لكم على انكم تجربو الوصفة الرائعة السلام غالياتي